وتحدثنا مع اللاعبين نتمنون ان شاء الله التوفيق قد هو ان شاء الله كل وهران وكل الجزائر مجندة الملعب سيكون ممتلئ على اخيره ان شاء الله نحن هنا من اجل تشجيع ومناصرة الفريق الوطني بطبيعة الحال من اول الحاضرين ان شاء الله نحن نحن نكاد نكون متأقنين من تتويج الفريق الوطني نحن نشوفنا الاداء على الفريق الوطني خلال الاربع المقابلات اللي قام بهم وخاصة المقابلات اللي كانت صعبة خاصة في البداية بعد طرد خاصة حارس المرمى واليشتوية الوضعية النفسية اللي كانوا عليها اللاعبين ولكن كانت عندهم قدرة استرجاع الدهني قوية وقوية جدا وعودوا رجعوا في المقابلة وفضل الخبرات اللي كانت تجربة وفضل الحين كانت تعمل كذلك والمهنية اللي عند هذه اللاعبين استطاعوا ان يتداركوا كل مفاتي خلال الدقائق الاولى وشفتوا بالليباش كيف تم طرد كذلك اللاعبين الفريق الخصم وفي الاخير يعني فاز الفريق الوطني بواحد سيفر وتأهل اليوم راح موجود في وعران كذلك يعني بالنسبة الفوز انتاعوا كذلك في البطولة العربية لم يكن بسهل تملاحظوا يعني الحقنا في بعض المقابلات انه تقريبا عشرين دقيقة يعني كانت زيادة عن المقابلة الرسمية تقريبا مقابلة ثانية أو شوط اضيفة ثالث اضيفة المقابلة والسيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت تتذكر يعني لما هنأ الفريق الوطني قال هم اشبال وفوق الميدان اسود فهم أسود أنا كنت يعني صافحت كل اللاعبين ورحبت بهم في وهران وقلت لهم باللباش يعني نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وان شاء الله غدوة الملعب سيكون ممتلى عن آخره وكل جزائر ان شاء الله يعني 40 مليون ستكون واقفة لمناصارتكم ان شاء الله هم يعني لاعبي الفريق الوطني لنفرقوا بين من هو من وهران ومن هو من عنابة فكلهم أبناء هذا البلد العزيز الجزائر بطبيعة الحال يعني احنا الفيدرالية الجزائرية وضعت ملف انتها ترشح لكان 25 ونظن باللباش يعني الملف انتها ملف يعني لا بأس به يعني فيه العديد من المنشآت الرياضية يعني تم تشريبها اليوم وكون نظن باللباش الملاعب يعني وكيفية التنظيم وكذلك يعني كانت في المستوى والعالمة كانت على عشرة على عشرة واغتني من الفرصة ليأتوجها بالشكر الجزيل أول نقب لكل شيء إلى لجنة التنظيم وتانيا كذلك إلى القائمة الكنفيدرالية الإفريقية كذلك من خلال تنقل التعام متابعتهم إلى كل المقابلات فنحن نشاهد فيهم يعني يكونوا الساعة الخامسة في قسنطينة والساعة التامنة يكونوا في وهران الأمور هذه ليش بالأمور الهينة فوجب علينا أن نشكر هؤلاء الذين يقومون بمثل هكذا أعمال لمتابعة يعني الشباب لمتابعة يعني الرياضة وخاصة الكورة القادمة في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر